يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم نادي عليا نادي عليا مظهر العجائب نادي عليا نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب يا أبا الغيث يا أبا الغيثي أغثني يا علي أدركني غياث غياث مدد مدد يا علي يا علي يا علي سلام سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فانوراما الظهور المهدوي الحلقة الخامسة بعد العاشرة البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيك إن كنت راغبا في إمامك كان الكلام في حلقتنا الماضية تطبيقا عمليا وعلميا في الوقت نفسه لما جاء في رواية التقليد عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فيما يرتبط بمراجع الشيعة الكذابين حيث وصفهم إمامنا الصادق صلوات الله عليه وصفا دقيقا مثل ما يجري في واقعنا الذي نعيشه الآن وعاشه من قبلنا آباؤنا وأجدادنا مراجع الضلال هؤلاء يتعلمون بعض علوم العترة الطاهرة الصحيحة يتعلمون بعض علومهم صلوات الله عليهم ولكنهم ماذا يفعلون بعد ذلك يضيفون إلى هذا البعض يضيفون إلى هذا البعض أضعافه وأضعاف أضعافه كما يقول إمامنا الصادق من الأكاذيب علينا التي نحن منها براء ما الذي يجري على أرض الواقع فيتقبله المستسلمون من شيعتنا الذين علموهم أن يرفعوا هذا الشعار حطها برقبة عالم واطلع منها سالم هؤلاء هم المستسلمون من الشيعة الذين يرفعون هذا الشعار فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا المراجع وأضلوهم أضلوا الشيعة وهذا هو الواقع الشيعي منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حينما أسس الطوسي الشافعي المعتزلي المشؤوم الحوزة اللعينة في النجف في الحلقة الماضية أجريت تطبيقا عمليا وعلميا لتعلم مراجع النجف لبعض المعلومات الصحيحة من علم العترة الطاهرة ثم بعد ذلك يتعاملون مع تلك المعلومات بأكاذيبهم وأكاذيبهم وأكاذيبهم وجئتكم بمثال واضح حين عرضت لكم مثالا من أكاذيب الخوئي وأكاذيب السستاني وتفرع الكلام في هذا الموضوع لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام حتى وصلت وأنا أحدثكم عن أكاذيب هؤلاء الذين شمروا وحرملتوا أقل ضررا على الشيعة منهم الصادق هو الذي يقول من أن هؤلاء المراجع الكذابين أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه كل هذا الكلام مر علينا وجئتكم بمثال لكذاب آخر إنه كذاب خوئي وانتخبه السستاني الأعلم من بعده إسحاق الفياد إنه يفيض على الشيعة بجهله وجهالته وسخفه وسفاهته هذا اللكع اللكع تعني اللئيم الوضيعة هذا هو اللكع هذا اللكع القزم القزم تعني القميء الوسخ الصغير شائع على ألسنتنا وحتى في أجواء الإعلام يقولون القزم وصار هذا التعبير شائعاً التعبير الدقيق القزم هذا اللكع والقزم والأنوك والأنوك الأنوك هو الأحمق هو الأحمق هو الأحمق الجاهل العيي العيي هو الذي يعاني من العي الذي الذي لا يتكلم الكلام الصحيح يعاني من العي فهذا اللكع القزم الأنوك الذي انتخبه السستاني مرجعاً أعلم من بعده وأرجع مقلديه إليه في الاحتياطات الوجوبية والاستحبابية هذا هو هراء النجف هراء النجف وسخف النجف وسفاهة النجف أتحدث عن نجف الطوسيين إنني لا أتحدث عن نجف أمير المؤمنين نجف أمير المؤمنين شاي ونجف الطوسيين شيء آخر نجف أمير المؤمنين قرآن قرآن يفوح عطراً وغالية جنانية في فناء علي أما نجف الطوسيين فإنه كنيف متعفن قديم قدر مجمع لكل القمامات نجف الطوسيين مقبرة العقول هناك تقبر العقول هناك مصنع البترية والبتريين حيث ينتج الشيطان صناعته الشيطانية بامتياز ينتج لنا البتريين وهؤلاء هم البتريون الذين جئتكم بأمثلة منهم وهذا اللكع القزم الأنوك أتحدث عن أسيحيق الفيار هذا مثال من الأمثلة الواضحة هذا الرجل المعروض للبيع اشتراه السيستاني بثمن زهيد واشتراه الخوئيون أيضاً في الوقت نفسه بثمن زهيد وهو معروض للبيع وهذا ما هو بشيء أنا أقوله بخصوص هذا الرجل عمائم النجف يعرفون جيداً بأن إسحاق الفيار معروض للبيع هو الذي عرض نفسه يباع بأرخص الأثمان لكن الذي امتطاه شر امتطاء السيستاني السيستاني امتطاه شر امتطاء واشتراه بثمن بخص لا أريد أن أطيل الكلام في هذه الجهة وإنما أعود إلى أكاذيب هذا الأنواك هذا اللكع هذا الذي يقول نحن لم نعطي الولاية التشريعية لأبيها للحسول الله حتى نعطيها هي لما سأله السائل هل للسيدة الزهراء ولاية تشريعية السؤال هكذا هل للسيدة الزهراء ولاية تشريعية أجاب هذا اللكع القزم الأنوك الذي نصبه السيستاني مرجعا أعلم من بعده مثل ما قلت لكم في الحلقة الماضية نحن من نجيب مطي ونقول هذا المطي هو الأعلم اللي يجيب المطي ويقول عنه أعلم لو مطي مثله لو شيطان يريد أن ينتفع منه ولذا فإن السيستانية امتطاه شر امتطاء أعود لسؤال السائل الذي سأل هذا الأنوك هل للسيدة الزهراء ولاية تشريعية قال نحن لم نعطي الولاية التشريعية لأبيها من أنت ومن غيرك من هؤلاء النوكة من مراجع النجف وكربلة أنتم أنتم تعطون الولاية لرسول الله وتمنعون الولاية عنه تفع على ذلك اليوم الذي جعلكم تقولون هذا الكلام إنهم حمير الشيعة حمير الشيعة حمير الشيعة الذين سيعيشون حميرا ويموتون حميرا ويبعثون حميرا هؤلاء هم الذين جعلكم تقولون هذا القول من أنتم وما قيمتكم من أنت وما قيمة الذي نصبك ما أنتم إلا حثالة في سوق الحقيقة وفي سوق معارف وثقافة العترة الطاهرة ما أنتم إلا حثالة وقمامة لا قيمة لها نحن لم نعطي الولاية التشريعية لأبيها حتى نعطيها هي من طيح الله حظكم وحظ دينكم يا شيعة إذ تجعلون هؤلاء النوكا إذ تجعلون هذا اللكع هذا القزم والذي نصبه يسيئون إلى رسول الله وإلى بنت رسول الله صلوات الله على رسول الله وعلى آله الأطيبين الأطهرين هذا الكلام عرضته لكم من خلال فيديو يتحدث فيه أحد تلامذتي أسيحيق الفياض راضي السلمان في برنامج بث على قناة الصادق الفضائي رجاء أعرض لنا هذه الوثيقة طبعا أنا أيضا سألت أستاذنا الشيخ الفياض حفظه الله سؤالا واضحا وصريحا هل للسيدة الزهراء ولاية تشريعية فأجابني بنص الكلمة نحن لم نعطي الولاية التشريعية لأبيها حتى نعطيها هي طبعا هذا أنا سمعته منه مضاشرة فإذا ما ابنى الشيخ الفياض أنه لا توجد ولاية تشريعية لا لرسول الله ولا لأهل البيت عليهم السلام هذا المنطق ما هو بمنطق خاص بأسيحيق الفياض هذا منطق الجميع هذا منطق الخوئي ومنطق محمد باقر الصدر ومنطق السيستاني ومنطق الذين سبقوهم ومنطق الذين ومنطق الذين يعاصرون إسحاق الفياض ومنطق الذين سيأتون من بعدهم المشكلة ليست في الأشخاص المشكلة في المنهج المنهج البتري الذي عليه مراجع النجف وكربلاء هو الذي ينتج هذا الخراء وهو الذي ينتج هذه النجاسات وإلا فإن أسيحيق هذا الذي لا يميز ما هو من القرآن وما هو ليس من القرآن ثم يفتري على الله آية لا توجد في الكتاب الكريم ويكررها لم يكن الأمر اشتباها لم يكن الأمر غفلة يكرر الآية نفسها التي لا وجود لها في الكتاب الكريم يأتينا بتركيب لا يمكن أن يكون تركيبا عربيا حتى للمتكلم متكلم العادي هذا كيف يميز الحقائق وما قيمته حتى يقول من أنهم لم يعطوا الولاية التشريعية لرسول الله نحن لم نعطي الولاية التشريعية لأبيها حتى نعطيها هي طيح الله حظكم يا شيعة طيح الله حظكم وطيح الله صبخكم ذهنهم والسرابيت الهتلية اللي أنتم تأخذون دينكم منهم اعرضوا لنا الفيديو الذي يترنم فيه إسحاق الفياض حينما ينتقد ابن عربي في آخر الكلام يأتينا بآية ما أنزل الله بها من سلطان وهو يقول من أن الآية هذه هكذا وردت في النص القرآني اعرضوا لنا جانبا من جهل هذا اللكهعي الخزمي الأنواك ومن جانب آخر سمعنا أن في هذه الحوزة المباركة يدرس العرفان على زوء كتاب ابن العربي وهذا خطر على الحوزة ولا سيم على شبابنا وإن كتاب ابن العربي كل من قرأ هذا الكتاب يعتقد بأنه زندق ولا إيمان له بالله تعالى وتقدس العرفان هو الأحكام الإلهية العرفان الحقيقي ومعرفة فقه آل محمد هذا هو العرفان الحقيقي ولهذا الإلتزام بالعرفان الحقيقي هو المعرفة الأحكام الإلهية ومعرفة فقه آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم والعمل بها هو حقيقة التقوية الذي أشار إليه تعالى بقوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقد وقد غسر في الروايات حقيقة التقوى بالالتزام بالواجبات الإلهية والاجتنام عن المحرمات الإلهية هي حقيقة التقوية العرفان العرفان بمعنى كشف الحقائق ورفع السطن عن الحقائق كما هو المستلحهم بمعنى كشف الحقائق والعلم بالغيب مجرد وهم لا حقيقة له ولا واقع له وخلاب النص قوله تعالى يلا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتزى من رسوله يا آية الله العظمى من أين جئتنا بهذه الآية في أي سورة لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتضى من رسوله في أية سورة هذه الآية هذا الهراء الذي فاض به علينا الفياض يفيض جهلا وسفاهة هذا الرجل هذا الهراء رفع رفع على الشبكة العنكبوتية بتأريخ 25 11 2011 يعني أنه قد فاض على طلابه بهذا الخراء وهذا الهراء قبل هذا التأريخ فهو فياض يحفظ عليهم بهذا الجهل وهذا الغباء وهذه السفاهة بتأريخ 27 6 2012 وهو يلقي كما كتبوا في العنوان محاضرة توجيهية قيمة على طلبة البحث العالي البحث النعالي لحوزة النجف 27 6 2012 بعدها بمدة مديدة وفي تلك المدة كنت قد تقدت كلامه في الإعلام لكنه غبي غبي هؤلاء أغبياء كرر نفس الآية التي لا وجود لها في القرآن وجاءنا بتركيب لغوي ليس قويما وليس مستقيما بحسب الآداب العربية بحسب الأدب العربي كيف يستنبط الأحكام هذا ليس للناس لنفسه هذا عاجز هذا ليس قادرا على أن يستنبط الأحكام لنفسه فضلا عن الناس رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الثانية وإن العربان المتعارف عندهم بمعنى كشف الحقائق ورفع السطار عن الباقي وعلم الغيب فإن كل من يدعي ذلك فهو يكذب القرآن وإن الله تعالى قد نس في كتابه لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتزع من رسوله ومن ارتزع من رسوله كذاب يا أسيحيق يا أسيحيق كذاب أنت لا يوجد مثل هذا الكلام كما تقول من أنه منصوص في كتاب الله كذاب أنت يا إسحق لأنك الأعلم الأعلم لا بد أن يكون كذابا ولا بد أن يكون هتليا أوطايا حظا هذه هي مواصفات الأعلم فإنك الأعلم بتعييني السيستاني رجاء أعيدوا بث الوثيقة كي يتأكد المشاهدون من ذلك إن العرفان المتعارف عندهم بمعنى كشف الحقائق ورفع السيستاني عن الباقي وعلم الغيب فإن كل من يدعي ذلك فهو يكذب القرآن وإن الله تعالى قد نس في كتابه لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتزع من رسوله فإن كل من يدعي علم الغيب فهو كاذب هو يقول ويتحدث عن أن العرفانيين يكذبون القرآن لا شأن لنا بهم ليس الحديث عن العرفانيين لكنه هو يكذب على الله ويأتينا بآية لا وجود لها في الكتاب الكريم هذا هو المرجع الأعلم إذا كان المرجع الأعلم لا يميز ما هو من القرآن وما هو ليس من القرآن كيف يستطيع أن يعرض الحديث على القرآن كيف يستطيع أن يتدبر في القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها هذا مصداق واضح من مصاديق هذه الآية التي تتحدث عن تلك القلوب المقفلة إنها القلوب المستدبرة التي تركت وراءها دين العترة الطاهرة وذهبت في اتجاهات أخرى هؤلاء هم الذين تعلموا بعض علوم العترة الطاهرة الصحيحة وأضافوا إليها أضعافها وأضعاف أضعافها من الأكاذيب التي محمد وآل محمد منها براء هذه الآية الله منها براء محمد وعلي وآلهما من هذه الآية براء وهذا مثال من أكاذيب هؤلاء الذين يدعون كذبا من أنهم نواب صاحب الزمان هؤلاء هم الآيات العظمى وهؤلاء هم المراجع الكبار الأربعة الكبار الآية في الكتاب الكريم هي هذه في سورة الجن إنها الآية السادسة والعشرون بعد البسملة وما يأتي في سياق الكلام من الآية التي بعدها عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فأين هذا القرآن من هذا الهراء إذا كان المرجع لا يميز بين بلاغة القرآن وألفاظ القرآن وبين هذا الهراء الذي جاء به من عند نفسه إذا كان لا يميز بين هذا وهذا كيف يميز بين حقائق المعارف في محكمات القرآن ومتشابهات القرآن كيف يميز بين حقائق المعارف في أحاديث العترة التي نسجت بأسلوب مغلف بالمعاريض وجاءت بلحن قول لا يمكن أن يتعامل الفقيه معه ما لم يكن مطلعا اطلاعا حقيقيا على أسرار القرآن وأسرار حديث العترة الطاهرة فأين تضعون هؤلاء أين تضعون هؤلاء ثم هذا الذي انتخبه الأعلم هل يعتقد فعلا إنه الأعلى من بعده فهذا يكشف عن جهله أم أنه لا يعتقد بأنه الأعلم وإنما يضحك على الشيعة يضحك عليكم عنده غايات وأهداف يريد أن يصل إليها عبر امتطائه لهذا اللكع القزم الأنوك حقير هذا حقير والذين على عقيدته حقراء مثله من أنتم من أنتم يوميا طال عندنا واحد زمال ابن زمال ينتقص من رسول الله وآل رسول الله من هذه الحوزة المشؤومة اللعينة التي أسسها الطوسي المشؤوم اللعين يوميا جاينا فد زمال ابن زمال وجاي بنا من سفاهته وسخافته التي يسمونها علما نحن لم نعطي الولاية التشريعية لأبيها حتى نعطيها هي أنت ماذا تفقه من القرآن وماذا تفقه من دين العترة الطاهرة يا أيها الأنوك ماذا تفهم وماذا تفقه أنا أسأل المشاهدين الذين تابعوا الحلقات الماضية ويتابعون معي الآن هذه الآية وهي الخامسة بعد البسملة من سورة الجمعة ألا تنطبق عليه وعلى الذي نصبه من أنه الأعلم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار هنيئا هنيئا للشيعة بمراجعهم الحمير هنيئا لهم هنيئا لهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار هذه العقيدة التي يتحدث بها أسيحيق هذا ما هي بخاصة به هذا منهج الحوزة الطوسية البترية المرجئية اللعينة رجاءا أعيد لنا الفيديو الذي تحدث فيه راضي السلمان عن هراء وخراء أسيحيق الفياض الذي يفيض جهلا وجهالة وسخفا وسفا طبعا أنا أيضا سألت أستاذنا الشيخ الفياض حفظه الله سؤالا واضحا وصريحا هل للسيدة الزهراء ولاية تشريعية فأجابني بنص الكلمة نحن لم نعطي الولاية التشريعية لأبيها حتى نعطيها هي طبعا هذا أنا سمعته من مضاشرة فإذا مبنى الشيخ الفياض أنه لا توجد ولاية تشريعية لا لرسول الله ولا لأهل البيت عليه السلام هؤلاء الأغبياء أتحدثوا عن مراجع النجف وكربل هؤلاء الثولان لا يفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة من حقهم أن يتحدثوا وفقا للمذهب الطوسي اللعين هذه عقائد المذهب الطوسي اللعين لو أنهم يتحدثون ويقولون نحن على المذهب الطوسي اللعين وهذه عقائدنا لا شأن لنا به مثلما الأحناف يعتقدون ما يعتقدون ومثلما الشوافع يعتقدون ما يعتقدون تلك المذهب العباسية المعروفة وهذا مذهب عباسي أيضا لكن القوم فيه لا يصرحون بحقيقة حالهم ويقولون من أن دينهم الطوسي اللعين هو دين العترة الطاهرة ودين العترة الطاهرة براء من دين هؤلاء لا أريد أن أناقش هذا الموضوع لكنني أذكركم فقط أذكر المشاهدين ببعض ما جاء في الزيارات والأدعية الشريفة والتي تحدثنا عن ولاية أهل البيت الكلية المطلقة حينما نتحدث عن ولاية التشريعية لرسول الله ولأمير المؤمنين وللزهراء وللحسن والحسين وللأئمة المعصومين من ولد الحسين من السجاد إلى القائم فإنها لا قيمة لها بالنسبة لولايتهم الكلية المطلقة الولاية التشريعية شأن من شؤون ولايتهم الكلية المطلقة يمكنني أن أقول يمكنني أن أقول وبعبارة واضحة من أن الولاية التشريعية هي في حاشية 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 الولاية الكلية المطلقة لمحمد وآل محمد وكذلك هي الولاية التكوينية هي شيء لا قيمة له بالقياس إلى ولايتهم الكلية المطلقة فالولاية التكوينية التي تخضع لسلطتها جميع ذرات الكون هي في حاشية ولايتهم الكلية المطلقة هؤلاء لا يفقهون شيئا هؤلاء حمير 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 هؤلاء بنحو سريع إنها أمثلة مقتضبة هذا الموضوع تحدثت عنه في برامج السابقة وسأعود للحديث عنه في برنامج قادم إذا ما وفقت لتقديمه في خدمتكم لباب الزيارة الجامعة الكبيرة إنها أسرار ثقافة العترة الطاهرة هكذا نسلم على أمير المؤمنين وهذه ليالي أمير المؤمنين إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان وهذه الزيارة المطلقة السادسة بحسب فهرسة هذا الكتاب مما جاء في هذه الزيارة الشريفة هكذا نسلم على أمير المؤمنين السلام عليك يا أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين السلام عليك يا باب الله هذا التعبير يشير إلى ولايتهم الكلية المطلقة ما قيمة الولاية التشريعية بالقياس إلى ولايتهم الكلية المطلقة السلام عليك يا باب الله السلام عليك يا عين الله الناظر ويده الباسطة هذه التعابير حقيقية نحن لا نتحدث هنا عن الكناية والاستعارة والمجاز وسائر أنواع التعبير الأدبي في لغة العراب هذه التعابير حقيقية علي علي هو باب الله حقيقة حقيقة وعلي هو عين الله الناظر حقيقة حقيقة ماذا يفقه هؤلاء الحمير من آيات الشيطان العظمى في النجف وكربلاء ماذا يفقهون من دين العترة الطاهرة السلام عليك يا باب الله السلام عليك يا عين الله الناظر ويده الباسط هذه الولاية الكلية المطلقة هذه التعابير حقيقية حقيقية السلام عليك يا باب الله السلام عليك يا عين الله الناظر ويده الباسط وأذنه الواعي وحكمته البالغ ونعمته السابغ ونقمته الدامغ كل كلمة بحاجة إلى بيان وكل كلمة تتحدث عن ولايتهم الكلية المطلقة لكنها ناظرة إلى حيثية من حيثيات هذه الولاية وكما يقال في الفلسفة ما هو بالعرض يعود إلى ما هو بالذات فحينما تأتي بعض التعابير ناظرة إلى جهة من الجهات حتى لو كانت عرضية فإنها ستعود إلى الولاية الكلية المطلقة لأن ما هو عرضي لن يكون موجودا من دون أن يأتي الفيض والتقويم والإقامة له من قبل الذات ومن هنا فما هو بالعرض يعود إلى ما هو بالذات السلام عليك يا باب الله يا أمير المؤمنين السلام عليك يا عين الله الناظر ويده الباسطة وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة ونقمته الدامغة السلام على قسيم الجنة والنار إلى آخر ما جاء في زيارته الشريفة إلى أن نخاطبه ونقول في الزيارة نفسها السلام على صاحب الدلالات والآيات الباهرات والمعجزات القاهرات الزاهرات والمنجي من الهلكات إنه علي علي يا علي يا علي يا علي أجمل الأسماء وأعذب الألفاظ وأطيبها وأطهرها وأسناها علي 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 يأخذ بمجامع القلوب تتهاوى تتهاوى على أعتاب ذكره الأفئد السلام على صاحب الدلالات والآيات الباهرات والمعجزات القاهرات الزاهرات والمنجي من الهلكات الذي ذكره الله في محكم الآيات فقال تعالى وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ هو هذا علي هو هذا علي الذي ذكره الله في محكم الآيات فقال تعالى وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ من هو هذا الذي في أم الكتاب هل هو الله فهل أن الله موجود في أم الكتاب هذا الكلام معقول إنه علي هذه الزيارة تفسر الآية وقد وردت الأحاديث الوفيرة في بيان هذا المعنى عنهم صلوات الله عليهم الذي ذكره الله في محكم الآيات فقال تعالى وَإِنَّهُ فِي أُمُّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ السلام على اسم الله الرضي ووجهه المضي وجنبه العلي ورحمة الله وبركاته نذهب إلى فاصل أنتقل بكم إلى الزيارة الجامعة الكبيرة ألم يقرأ هؤلاء الحمير ما جاء في زيارة الجامعة الكبيرة لكن لا شأن لنا بهم ماذا تقول الزيارة الجامعة الكبيرة تخاطب الأئمة الأطهار وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون المعصومون المكرمون المقربون المتقون الصادقون المصطفون المطيعون لله القوامون بأمره العاملون بإرادته الفائزون بكرامته اصطفاكم بعلمه وارتضاكم لغيبه واختاركم لسره واشتباكم بقدرته وأعزكم بهداه وخصكم ببرهانه وانتجبكم لنوره وأيدكم بروحه ورضيكم خلفاء في أرضه وحججا على بريته وأنصارا لدينه وحفظة لسره وخزنة لعلمه ومستودعا لحكمته وتراجمة لحيه وأركانا لتوحيده وشهداء على خلقه وأعلاما لعباده ومنارا في بلاده وأدلاء على صراطه إلى بقية التفاصيل الأخرى هذه شؤون من شؤون الولاية الكلية المطلقة لمحمد وآل محمد ثم هكذا نخاطبهم في الزيارة نفسها والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه ما قيمة الولاية التشريعية الولاية التشريعية نظام للحياة الدنيوية لا بد أن يكون مبنيا على أسس الحق الولاية التشريعية ترتبط بمنظومة للحياة البشرية وللأقوام والأمم الأخرى في هذا الكون التي تدين بدين الإسلام هذه هي الولاية التشريعية وإن كانوا لا يعتقدون بالولاية التشريعية بهذه السعة يتحدثون عن البشر فقط أتحدث عن أطوسيين الأنذال عن البتريين اللعناء عن مراجع النجف وكربلاء والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه وميراث النبوة عندكم وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم إذا لم تكن عندهم الولاية الكلية المطلقة لا يمكن أن نخاطبهم بهذا الخطاب وهذا النص نص معصومي وردنا عن إمامنا الهادي هذا هو القول البليغ الكامل وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم وفصل الخطاب عندكم وآيات الله لديكم وعزائمه فيكم ونوره وبرهانه عندكم وأمره إليكم أمره إليكم عالم الخلق وعالم الأمر إليهم عالم الخلق وعالم الأمر إليهم لأن عالم الأمر هو المسيطر على عالم الخلق وأمره إليكم وإياب الخلق الحديث ليس عن البشر عن الخلق جميعا هذا هو عالم الخلق وهذا هو عالم الأمر فعالم الخلق وعالم الأمر إليهم وتلك هي ملامح الولاية الكلية المطلقة ماذا يقول هؤلاء الأغبياء أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء عن هؤلاء الثولان وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم وفصل الخطاب عندكم وآيات الله لديكم وعزائمه فيكم ونوره وبرهانه عندكم وأمره إليكم ولذلك ماذا تقول الزيارة فكل شؤون الله شؤونهم من والاكم فقد والى الله لأن ولاية الله عندهم هو الذي أعطاهم هذه الولاية من والاكم فقد والى الله ومن عاداكم فقد عاد الله ومن أحبكم فقد أحب الله ومن أبغضكم فقد أبغض الله ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله فهل الولاية الكلية المطلقة إلا هذه فما قيمة الولاية التشريعية حتى يأتينا هذا المعتوه أتحدث عن الأعلم بتنصيب السيستاني عن أسيحيق الفياض الذي يفيد سخفا وتفاهة وسفاهة كي يقول نحن لم نعطي الولاية التشريعية لأبيها حتى نعطيها هي من طيح الله حظك وحظ الشيعة وحظ اللي نصبك من والاكم فقد والى الله ومن عاداكم فقد عاد الله ومن أحبكم فقد أحب الله ومن أبغضكم فقد أبغض الله ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله أنني أقرأ عليكم من الزيارة الجامعة الكبيرة من مفاتيح الجنان من الكتاب المتوفر في بيوتكم وإلى دعاء شهر رجب المروي عن إمام زماننا وهؤلاء الحمير يقولون من أنهم نواب إمام الزمان هذا هو دين إمام الزمان هذا هو دين إمام الزمان ما هو بدين الحمير هذا دين بقية الله الأعظم أتحفونا أتحفونا قبل أن أقرأ عليكم ماذا جاء في دين قائم آل محمد كي نطلع على ما يقوله المراجع البتريون أتحفونا أتحفونا بالوثيقة الديخية ما رد أجيب الأسماء واحد قال لي أزر على شنو مستحجب على شنو مستحجب قلت لأخر بابل ما توصل للنوبيرية قال توصل وإطمئنهم تركبهم يعني باش تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عبارة واحد من الأعلام أتحفو خمسة قال لي مستحجب مش دارها قولنا تركب يعني خلاقا أغميشيني كما تقول خلاقا أغميشيني جميع بغلاق وكان حالة أسماء فقوش ديخ عربيق فقوش ونص عبارة كنا على ثفة وكلكم تعرفونا لأنه مراجع أجيب الأسماء عراضة قال تركب مثل ما تركب نعم وضاي ديخ شنو شنو لا مو علم إجمالية هذا الواقع الواقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا هو الله هذا الواقع الشيعة هذا هو الواقع البتري الدخي ماذا يقول إمام زماننا في الدعاء المروي عن ناحيته المقدسة والذي يقرأ يوميا في شهر رجب لا فرق بينك وبينها الحديث عن حقائق محمد وآل محمد إلا أنهم عبادك وخلقك لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك علم الله علمهم ولاية الله ولايتهم فما هذا الهراء البتري على لعنة الله على بتريتكم وطوسيتكم وحوزتكم لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك إلى أن يقول الدعاء الشريف فبهم بمحمد وآل محمد فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت وهذا الأنوى كلك يقول نحن لم نعطي الولاية التشريعية لأبيها حتى نعطيها للزهراء صلوات الله عليها حتى نعطيها هي صاحب الزمان هكذا يقول في دعاء شهر رجب فبهم فبهم بمحمد وآل محمد فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت هذه هي الولاية الكلية المطلقة لا قيمة للولاية التشريعية إنها تقع في حاشية 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 ولايتهم الكلية المطلقة هذا منطق العترة وهذا هو دين العترة ألا لعنة الله على دينكم وعلى حوزتكم وعلى قذارتكم وعلى بتريتكم لهذا السبب سيحاربون صاحب الأمر لو ظهر في هذا الزمان فإن لم يظهر في هذا الزمان فإن منهجهم سيبقى مستمرا وسينتج قمامة كهذه القمامة التي بين أيدينا هؤلاء هم البتريون اللعنى هذا الكلام نحن لم نعطي الولاية التشريعية لأبيها حتى نعطيها هي هذا المنطق القذر سأعرضه على زيارة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وأترك الحكم إليكم احترموا عقولكم احترموا عقولكم إلى مثل تبقون مسخرة ومضحكة لهؤلاء الحمير إلى متى هكذا نقرأ في زيارة الصديقة الكبرى صلوات الله عليها وأن من سرك يا أم الحسن والحسين وأن من سرك فقد سر رسول الله نحن لا نتحدث عن زمان معين لأن الزهراء هي سيدة الولاية الإلهية الكلية المطلقة وأن من سرك فقد سر رسول الله صلى الله عليه وآله ومن جفاك فقد جفا رسول الله صلى الله عليه وآله السائل هكذا سأل هل السيدة الزهراء ولاية تشريعية هذا الأنوك اللكع القزم الأعلم بتعيين السيستاني يقول هكذا نحن لم نعطي الولاية التشريعية لأبيها حتى نعطيها هي هذا هذا جفاء لرسول الله قبل أن يكون جفاء لفاطمة وهو جفاء لفاطمة والجفاء لفاطمة جفاء لرسول الله فهذا الجفاء جفاء لرسول الله أولا ثم جفاء لفاطمة والجفاء لفاطمة جفاء لرسول الله وأن من سرك فقد سر رسول الله صلى الله عليه وآله ومن جفاك فقد جفى رسول الله صلى الله عليه وآله ومن آذاك فقد آذا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن وصلك فقد وصل رسول الله صلى الله عليه وآله هل هذا وصل لفاطمة أم هذا قطع لفاطمة ومن قطعك فقد قطع رسول الله صلى الله عليه وآله لأنك بضعة من وروحه الذي بين جنبي هذه فاطمة الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها في خطبتها الفدكية المعروفة إنني أقرأ عليكم من كتاب الاحتجاج للطبرسي وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي إنها الطبعة ذات المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين في الصفحة التاسعة والتسعين إنني أذهب إلى موطن الحاجة من خطبة الصديقة الكبرى التي خطبتها في مسجد النبي في محضر المهاجرين والعنصار الذين خانوا رسول الله صلى الله عليه وعاله وبعد ذلك قتلوا الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام تقول لهم في خطبتها فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك والصلاة تنزيها لكم عن الكبر والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق والصيام تثبيتا للإخلاص والحج تشييدا للدين والعدل تنسيقا للقلوب وطاعتنا إنها طاعة فاطمة إنها تتحدث عن أبيها وعن علي أميرها وعن نفسها وعن حسنها وحسينها وعن أولاد حسينها من سجادهم إلى قائمهم وطاعتنا نظاما للملة وإمامتنا تتحدث عن إمامة أبيها وإمامة عليها وإمامتها وإمامة الحسنين وإمامة العترة الحسينية من سجادهم إلى قائمهم وإمامتنا أمانا للفرقة للفرقة الناجية هناك من يقرأها أمانا للفرقة للإفتراق لكن القراءة الأبلغ والأدق أمانا للفرقة للفرقة الناجية التي يجب على الجميع أن يلتحق بها إنها فرقة العترة الطاهرة هذه هي الفرقة الناجية بدليل القرآن القرآن تحدث عن ثلاث مجموعات في زمان النبي صلى الله عليه وآله تحدث عن أهل البيت عن العترة الطاهرة وتحدث عن الصحابة وتحدث عن نساء النبي القرآن مدح الصحابة في بعض الجهات وذمهم كثيرا ومدح نساء النبي في بعض الجهات وذم نساء النبي وذم بعضهن ذما عظيمة مثل ما جاء في سورة التحريم وفي سورة الأحزاب أما أهل البيت العترة الطاهرة إنهم مدحوا في القرآن ولم يرد بخصوصهم ذم أو قدح هذه هي الفرقة الناجية القرآن شخصها لنا الفرقة الناجية هي فرقة العترة الطاهرة لأن بقية الفرق تشعبت من خلال الصحابة ومن خلال نساء النبي تلك هي الفرق التي تذهب إلى النار تلك هي الفرق الملعونة الفرق التي خرجت من الصحابة ومن بيوت نساء النبي تلك هي فرق الضلالة لأن الصحابة مدحوا وذموا كثيرا ولأن نساء النبي مدحنا وذممنا كثيرا في الكتاب الكريم أما أهل البيت العترة الطاهرة مدحوا فقط ولم يذموا هذه الفرقة الناجية هل هناك من دليل يقف في مواجهة دليل الحق هذا هذه الفرقة الناجية وفاطمة تقول وطاعتنا نظاماً للملة وإمامتنا أماناً للفرقة للفرقة الناجية نحن هكذا نقرأ في أدعية الفرج يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفيانا فإنكما كافيان وانصرانا فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الأمان 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 أنت أمان الخائفين أنت أمان الخائفين وأنت أمل الخائفين وأنت نجاة الخائفين يا بقية الله هذا المضمون من تجليات هذا المعنى الذي تؤسسه الزهراء هنا في خطبتها وطاعتنا نظاما للملة كيف تكون الطاعة ما لم تكن هناك ولاية طاعة فاطمة واجبة لأنها صاحبة الولاية ولاية كلية مطلقة مثلما مرت الإشارات إليها قبل قليل نحن حينما نقرأ في سورة الشورى في الآية الثالثة والعشرين بعد البسملة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة هذا هو التسليم له بحسب أحاديث العترة الطاهرة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة النبي الأعظم يطالبنا بحب لفاطمة وآهل فاطمة العنوان الأول للقربة هي فاطمة هي بنته وهي مهجته وهي روحه التي بين جنبه هذه كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله العنوان الأول في هذه الآية فاطمة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة فهل أن النبي الأعظم يطالبنا أن نحب فاطمة كي يكون ذلك أجرا الرسالة لنفترض أن هذا في حياة فاطمة حينما كانت فاطمة في المدينة يمكن أن يكون للحب من الآثار النافعة لفاطمة وآل فاطمة ولكن بعد رحيل فاطمة عن الدنيا هل سقط هذا الحكم هل هناك من فائدة لمحبة فاطمة صلى الله عليه وهذا المعنى السادج للمحبة هذه المحبة بوابة للولاية لو لم تكن ولايتها واجبة لما كانت مودتها واجبة وإذا لم تكن ولايتها إلهية كيف تكون ولايتها واجبة ولذلك يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها يا أيها المراجع الحمير ألا تسمعون القرآن واضح وصريح وهذا اللكع السافل يقول نحن لم نعطي الولاية التشريعية لأبيها حتى نعطيها هي منطيح الله حظك وحظ اللي نصبك وحظ الطوسي وحظ الحوزة وحظ الشيعة الحمير اللي جاي تركبون على ظهورهم نذهب إلى فاصل ألفت أنظاركم إلى نقطة مهمة جدا تحدثت عنها الزيارة الجامعة الكبيرة إنها دستورنا العقائدي الذي جاءنا مرويا عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه هذا هو القول البليغ الكامل في الجهة التي تحدثت فيها الزيارة الجامعة الكبيرة عن البراءة من أعداء محمد وآل محمد وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت هذه العناوين هذه العناوين الجبت والطاغوت في ثقافة العترة الطاهرة تشير إلى سقيفة بني ساعدة وبالدرجة الأولى إلى أقطاب سقيفة بني ساعدة لعنة الله عليها وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت والشياطين وحزبهم الظالمين لكم الجاحدين لحقكم والمارقين من ولايتكم هذا العنوان ينطبق على أسيحيق هذا وأمثاله على المراجع البتريين المارق من الولاية هو الذي يخرج منها هذا الأنوك وسائر النوكة من المراجع الطوسيين هكذا يقولون نحن لم نعطي الولاية التشريعية لأبيها حتى نعطيها هي هؤلاء خرجوا من ولاية محمد وآل محمد لأنهم أساسا لا يعتقدونها ونصبوا أنفسهم طواغيتا هم الذين لا يعطون لا يعطون الولاية التشريعية لمحمد وآل محمد هذا هو كلامهم لا يقول أحد هذا كلام قاله عرضا أنا لا أتحدث عن هذه الجملة هذه الجملة هذه الجملة بالنسبة لي ليست مهمتان هذه الجملة اتخذتها ذريعتان لأنني أعرف حقيقة عقائدهم أنا لا أتحدث عن هذه الجملة هذه الجملة اتخذتها ذريعتان كي أسمع أشيعة الحمير ماذا يقولون هؤلاء أنا لست مهتما بهذا الكلام لأنني أعرف ماذا يقولون وماذا يعتقدون إن كان ذلك في مجالسهم الخاصة أو في دروسهم التي لا تسمع بها الشيعة أو في بطون كتبهم فأنا لا أستطيع أن أقرأ كل الكتب عبر هذه الشاشة إنني أتحدث عن الذي أعرفه بالتحقيق والتدقيق جعلت كلام أسيحيق هذا ذريعة وسببا وعنوانا وبوابة من خلالها كي أبين هذه الحقائق وإلا فلا قيمة لأسيحيق هذا أتذكر الأبيات التي قالها المتنبي طرأت في ذيني الآن أتذكر الأبيات التي قالها المتنبي في داليته المشهورة التي هجى فيها كافور وكان يحلو للمتنبي أن يخاطبه كويفير كويفير كما أخاطب إسحاق بأسيحيق أجد أن الأبيات تناسب أجواء أسيحيق حيث يقول المتنبي مخاطبا كويفير إنه كافور الأخشيدي الذي كان حاكما في مصر في أيام المتنبي له حكاية لا مجال لذكرها المتنبي يخاطب كويفير هذا والذي كان عبدا أسود كان عبدا ثم صار سيدا حاكما على مصر له حكاية مفصلة تترك لوقتها ولبابها لا تشتري العبد لا تشتري العبد إلا والعصى معه هؤلاء عبيد صاروا ولاة على محمد وأهل محمد يقولون نحن لم نعطي الولاية التشريعية لأبيها حجر بفيك يا أيها القزم المتنبي يقول لا تشتري العبد إلا والعصى معه إن العبيد لأنجاس مناكيد أم أذنه بيد النخاس دامية أم سعره وهو بالفلسين مردود وقبل قليل أشرنا إلى أن الرجل رخيص السعر وهو يعرف عنه هذا رجل قنوع لا تشتري العبد إلا والعصى معه إن العبيد لأنجاس مناكيد أم أذنه بيد النخاس دامية أم سعره وهو بالفلسين مردود من علم الأسود المخصي مكرمت من علم الأسود المخصي مكرمت أقومه البيض أم آباؤه الصيد صار الخصي صار الخصي إمام الآبقين بها والحر مستعبد والعبد معبود لا تشتري العبد إلا والعصى معه إن العبيد لأنجاس مناكيد أعود إلى زيارة الجامعة الكبيرة نحن نتبرأ من المارقين من ولايتهم وهذا مصداق واضح للمروق من ولايتهم يريدون أن يتحكموا بمحمد وآل محمد تفعل الشيعة الحمير الذين مكنوا هؤلاء من أن يقولوا مثل هذا الكلام أما أهن للحمير أن تستفيق ولكن حتى لو استفاقت الحمير النائمة إذا ما استفاقت من نومها ستستفيق حميرا لن تتحول إلى ضباء ولا يمكننا أن نراها تغرد على الأشجار ستفق حميرا نائقة هؤلاء هم المارقون من ولاية محمد وآل محمد إنهم البتريون هذا هو منطق البتريين حينما يخرجون لحرب إمام زماننا يقولون له إن دين جدك في خير بوجودهم بوجود هؤلاء هم الذين يشخصون الأمر من أن الدين في خير أو أنه ليس في خير مثل ما هنا نحن لم نعطي الولاية التشريعية تلئ بيها حتى نعطيها هي الكلام هو هو هذا هو المنهج البتري المنهج الطوسي المرجئي الشافعي المعتزلي البتري الحوزوي النجفي الكربلائي هو هذا الذي ينتج هذا نحن لم نعطي الولاية التشريعية لأبيها حتى نعطيها هي هو الذي ينتج بنفس الاتجاه إن دين جدك في خير فارجع من حيث جئت لا حاجة لنا بك نحن لم نعطيك الولاية لا ولاية لك علينا فارجع من حيث جئت فإن دين جدك في خير ما هو الفارق بين هذا المنطقي ومنطقي سقيفة بني ساعد حين قالوا لعلي لما جاءهم بالمصحف الذي كتب قالوا له لا حاجة لنا بمصحفك وقرآنك خذه إليك الكلام هو هو الكلام هو هو رفضوا مصحف عليين الذي هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله في الأيام الأولى من أيام خلافة أبي بكر هذه الواقعة معروفة موجودة في كتب الشيعة وموجودة في كتب السنة أيضا الكلام هو هو وتلك الأيام هي هي هذه الأيام وهؤلاء هم المارقون من ولاية علي وآل علي وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت والشياطين وحزبهم الظالمين لكم الجاحدين لحقكم والمارقين من ولايتكم والغاصبين لإرثكم الشاكين فيكم المنحرفين عنكم ومن كل وليجة دونكم وكل مطاع سواكم ومن الأئمة الذين يدعون إلى النار هؤلاء هم البتريون إنهم الأئمة الذين يدعون إلى النار الذين هم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هذه حقائق خذوها وانظروا فيها وطبقوها على الواقع بعيدا عني لا شأن لكم بي لا شأن لكم بي فأنا من أسوأ الناس ومن أضل الناس أنا ناقل أنقلوا إليكم الحقائق لا شأن لكم بي خذوا هذه الحقائق وعودوا إلى مصادرها وقرؤوها بأنفسكم واتطلعوا عليها وعرفوا الحقيقة أين نذهب إلى فاصل أعود بكم إلى تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه إنها طبعة ذوي القربة الطبعة الأولى قموا المقدسة في صفحة الثالثة والثلاثين إنه الحديث السادس والعشرون إمامنا العسكري يحدثنا عن أمير المؤمنين وسيد الوصيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أمير المؤمنين يخاطب شيعته يخاطب الذين يقولون نحن شيعة علي يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا المنتحلين مودتنا يعني المعتقدين بها يا معشر الكلية الكلية المطلقة الإلهية ثابتة له هذا الموضوع تحدثت عنه سابقا بآيات القرآن وأحاديثهم وسأتحدث عنه فيما يأتي إن شاء الله تعالى إن وفقت لذلك هذا هذا الكلام ينطلق من علم الكلام الذي هو آراؤهم من علم أصول الفقه الذي هو آراؤهم من علم الرجال وعلم الحديث كل ذلك من آرائهم وحتى إذا أرادوا أن ينسبوه إلى القرآن فإنهم يفسرون القرآن بآرائهم وفقا للمنهج العمري لمنهج سقيفة بني ساعد لأنهم يضعفون الأحاديث التفسيرية فكيف يفسرون القرآن يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا إياكم إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعداء الأحاديث مر علينا يوم أمس في الرسالة التي كتبها إمامنا الهادي للأخوين الذين كتبا إلى الإمام الهادي رسالتين منفصلتين يسألان عما يأخذان معالم دينهما فماذا قال لهم الإمام الهادي في الرسالة التي بعث بها إليهما فاصمد في دينكما على كل مسن في بعض النسخ على كل مستن على كل متين المعنى واحد على كل على كل مسن متمسك بهذه السنن إنها سننهم وإن كانت القراءة الأمتن فاصمد في دينكما على كل متين في حبنا المعنى واحد فإنهم أعداء السنن من هم هؤلاء أصحاب الرأي من الشيعة الإمام لا يحذر الشيعة من الوهابيين لا يحذر الشيعة من علماء الأزهر إنما يحذر الشيعة من علماء الشيعة الذين تلجأ إليهم الشيعة يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا إياكم وأصحاب الرأي من هم هؤلاء أصحاب الرأي الإمام يبين فإنهم أعداء السنن السنن هي الأحاديث هي الروايات التي تفسر القرآن والقرآن من دون السنن المفسرة له لا نستطيع أن ننتفع منه بل يمكن أن يكون كتاب ضلال الفرق الضالة كلها تستدل بالقرآن على صحة ضلالها ليس اليوم عبر التأريخ وسيبقى هذا الحال موجودا إلى زمان ظهور الحجة بن الحسن كل فرقة تستدل على ضلالها من خلال القرآن لأن القرآن حمال ذو وجوه كما وصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حينما ذهب ابن عباس لمجادلة الخوارج الإمام قال له لا تحتج عليهم بالقرآن لأنه حمال ذو وجوه سيكون القرآن واضحا صريحا حينما نجعل القرآن قرينا للعترة لتفسير العترة وهذا هو مضمون حديث الثقلين وتلك هي وصية رسول الله صلى الله عليه وآله ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا وقاله أصحاب الرأي هؤلاء فإنهم أعداء السنن تفلتت منهم الأحاديث السنن هي الأحاديث فإنهم أعداء السنن تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها والله والله هذا هو واقع مراجع علماء النجف واقع خطباء النجف واقع عمائم النجف إنهم أجهل الناس بحديث العترة على مستوى حفظ الأحاديث وعلى مستوى معرفة مضامينها لأنهم يسيرون على منهج لا يجعل الأحاديث أساساً من أول خطوة يبادرون إلى التضعيف إلى تضعيف الأحاديث وهذا هو التحقيق عندهم وكلما كثر تضعيف الأحاديث كلما ظهر التحقيق بحسب نظرهم الذي يضعف عدداً أكبر من أحاديث العترة يقال له محقق وعلى هذا الأساس يشخصون الأعلى هذا هو الواقع الموجود في النجف والذي يتمسك بالأحاديث يقولون عنه بأنه حشوي واصفونه بمختلف الأوصاف ليس مهماً ما يقولون فهؤلاء يضرطون من أفواههم أتحدث عن المراجع الكبار في النجف وكربلاء حينما يضرطون الناس تخرج غازاتها من أسافلها لكن هؤلاء يخرجون ضراطهم من أفواههم أتحدث عن المراجع الطوسيين من الأموات والأحياء ومن الذين سيأتون إنه المنهج الضراطي البتري وهذه مصاديقه وفي الحلقات المتقدمة مرت المصاديق علينا وعرضت عليكم الكثير من الوثائق يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا إياكم إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها فماذا فعلوا فاتخذوا عباد الله خولا عبيدا استحمروهم جعلوهم بهائم فاتخذوا عباد الله خولا لا يستطيع شيعي أن يجادل معمما لا يستطيع شيعي أن يعترض على هراء المراجع إلا وصاح فيه هل أنت أعلم من المرجع المرجع حمار فماذا أصنع له المرجع حمار المرجع كلب كما وصفه القرآن في سورة الأعراف في قصة بلعم الله أمر النبي أن يبلغ هذا الوصف للمسلمين من أن من المراجع الكبار من هو كلب إذا كان المرجع كلبا إذا كان المرجع حمارا لماذا لا أعترض عليه فاتخذوا عباد الله خوله وما له دوله يضحكون على الشيعة حينما تكون الأموال عند الشيعي يقولون له هذه أموال صاحب الزمان لا يجوز أن تبقى عندك حينما تقع في جيوبهم يقولون هذه أموال مجهولة المالك ثم يحبثون فيها كما يشاءون فاتخذوا عباد الله خوله وما له دوله فذلت لهم الرقاب وأول الرقاب التي ذلت لهم هم أصحاب العمائم الصغيرة في حوزة النجف وكربلا هذه الجموع من الجحوش هذه الجموع من الأغنام والماعز والخراف فذلت لهم الرقاب إنني وصفتهم وصفا جميلا وأعتذر من أمير المؤمنين لأن أمير المؤمنين وصفهم بالكلاب فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب هم أسوأ من الكلاب الإمام قال بأنهم أشباه الكلاب لأن الكلاب أشرف منهم وأطهر منهم يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب ونازعوا الحق أهله ها هم ينازعون الحق أهله نحن لم نعطي الولاية التشريعية لأبيها حتى نعطيها هي هذا مصداق من مصاديق منازعة هؤلاء لمحمد وآل محمد ونازعوا الحق أهله وتمثلوا بالأئمة الصادقين وهم من الجهال والكفار والملاعي هذا الكلام ينطبق على مراجع النجف أو لا هذا كلام أمير المؤمنين ونازعوا الحق أهله وتمثلوا بالأئمة الصادقين وهم من الجهال والكفار والملاعين فسئلوا عما لا يعلمون فأنفوا أن يعترفوا بأنهم لا يعلمون فعارضوا الدين بآرائهم فضلوا وأضلوا فضلوا وأضلوا وهذا هو الواقع الذي نحن عليه ثم يقول أمير المؤمنين ضاربا لنا مثالا أما لو كان الدين بالقياس بالآراء أما لو كان الدين بالقياس لكان باطن الرجلين أولى بالمسح من ظاهرهما لأن باطن الرجلين يكون أوسخ من ظاهر الرجلين فهو أولى بالتنظيف من هذه الجهة أو من جهة أصل تشريع الوضوء لأن الوضوء جاء تطهيرا للأعضاء التي ارتكب بها أبونا آدم المعصية فمشى إلى الشجرة فحينما مشى إلى الشجرة باطن الرجلين يكون ملاصقا للأرض فهو أولى بالتطهير من ظاهر الرجلين موضوع بحاجة إلى تفصيل في الكلام لكن الأميرة ضرب لنا مثالا من أن الدين لا يؤخذ بالآراء ولذا لا بد أن نعود إلى محمد وآل محمد وهذا ما تقوله الزيارة الجامعة الكبيرة من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم صلوات الله عليكم سادتي وأوليائي أما لو كان الدين بالقياس لكان باطن الرجلين أولى بالمسح من ظاهرهما هذا المثال بحاجة إلى شرح أكثر أعتقد أن القضية صارت واضحة ونازعوا الحق أهله وتمثلوا بالأئمة الصادقين وهم من الجهال والكفار والملاعي هذا اللكع يقال له آية الله العظمى من أين جاء بهذا الوصف هذا الوصف سرقوه من العترة الطاهرة هذه أوصف العترة نحن نقرأ في الكاف الشريف هذا هو الجزء الأول من الكاف الشريف وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران في صفحة الثانية والثلاثين بعد المئتين إنه الحديث الثالث أذهب إلى موطن الحاجة من الحديث بسند الكليني عن أبي حمزة الثمالي عن إمام الباقري صلوات الله وسلامه عليه كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول ما لله عز وجل آية هي أكبر مني ولا لله من نبأ أعظم مني الآية العظمى والنبأ الأعظم والآية الكبرى والحجة العظمى محمد وآل محمد علي وآل علي هؤلاء سرقوا هذه الأوصاف منهم وبعد ذلك يأتون فيقولون نحن لم نعطي الولاية التشريعية لأبيها حتى نعطيها هي ألا لعنة الله على دينكم ونازعوا الحق أهله وتمثلوا بالأئمة الصادقين وهم من الجهال والكفار والملاعين فسئلوا عما لا يعلمون فأنفوا أن يعترفوا بأنهم لا يعلمون فعارضوا الدين بآرائهم فضلوا وأضلوا وحق الزهراء البتولي أتحدث عن خبرتي هذا هو واقع حوزة النجف هذا هو واقع مرجعية السيستاني وواقع سائري المرجعيات الأخرى أنصفوا أنفسكم وارحموا الأجيال القادمة حينما تنصرون هؤلاء البتريين من مراجع النجفي وكربلاء حيث يستمر الدين البتري عبركم إنكم تحملون أوزار الأجيال القادمة لماذا تحملون أوزار الأجيال القادمة وهذه الحقائق بين أيديكم بإمكانكم أن تبحثوا عن الحقيقة وأن تصلوا إليها بعيدا عني لا شأن لكم بي لكن الحمار يبقى حمارة إن الحمار مع الحمير مطية فإذا خلوت به فبئس الصاحب كما يقول الشعر نذهب إلى فاصل رجاء نعرض لنا الفيديو الذي يتحدث فيه وكيل السستاني في الكاظمية حسين آل ياسين أنا أنا أخلي عملي أقلاده برقبة المختص خليها برقبة عالم وأطلع منها سالم خليها برقبة المرجع البتري واطلع منها طائح حاض وطائح صبوخ وماكل عسل عسل عراقي العسل العراقي معروف يعرفه العراقي العسل العراقي هو من منتجات الإنسان وليس من منتجات النحل هذا منطق أصحاب العمائم رجاء أعيد بث الفيديو مرة ثانية أنا أخلي عملي أقلاده برقبة المختص خليها برقبة عالم وأطلع منها سالم الكتاب الذي بين يدي مختصر البصائر للحسني ابن سليمان الحلي من علماء الشيعة في القرن الثامن الهجري وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة هذا الكتاب مختصر لكتاب كتب زمان الأئمة بصائر الدرجات الكبرى لسعد ابن عبد الله الأشعري القمي رضوان الله تعالى عليه على أي حال بحسب الطبعة التي أشرت إليها هناك حديث طويل يبدأ في الصفحة السابعة والعشرين بعد الثلاثمئة إنه الحديث الثالث والأربعون بسنده عن يونس ابن ضبيان عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه رواية طويلة لا أجد وقتا كي أقرأ منها جانبا كنت قد أشرت عليه أردت قراءته لكنني أرى أن وقت الحلقة قد انتهى سأذهب إلى جهة من هذه الرواية الرواية تحدثت عن أن حب الله هو الأساس للدين والإيمان والمراد من حب الله حب محمد وآل محمد ثم بيّنت أن الذين يحبون الله ما هو حالهم والذين لم يصلوا إلى أعلى درجات الحب ما هو حالهم إلى أن تقول الرواية وهي تتحدث عن أسيحيق وأمثاله عن هؤلاء البتري فلا تغرنك صلاتهم وصيامهم ورواياتهم وكلامهم وعلومهم فإنهم حمر مستنفرة الصادق يقول فلا تغرنك صلاتهم وصيامهم ورواياتهم وكلامهم وعلومهم فإنهم حمر مستنفرة إذا ما رجعنا إلى أحاديث العترة الطاهرة في تفسير قرآنها إنني أقرأ عليكم من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث شرف الدين النجف الاسترابادي هذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة في صفحة سبعمية وستة وثلاثين إنه حديث طويل الحديث السادس الذي يبدأ في صفحة سبعمية واربعة وثلاثين عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة الآيتان من سورة المدثر كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة ماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه كأنهم حمر وحش فرت من الأسد حين رأته وكذا أعداء آل محمد إذا سمعت بفضل آل محمد نفرت عن الحق إنهم أعداء السنان الذين تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها مثل ما قرأت عليكم قبل قليل فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا اتخذوكم خولا عبيدا حميرا هكذا فعلوا بكم هؤلاء هم فلا تغرنك صلاتهم وصيامهم ورواياتهم وكلامهم وعلومهم فإنهم حمر مستنفرة لا هذا بعلم ولا هذه بروايات يفقهون مضامينها هؤلاء هؤلاء حمر مستنفرة ثم قال يا يونس إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت فإنا ورثناه وأتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب أعتقد أن الصورة باتت واضحة واضحة جدا آخر شيء أختم به تحذير أمير المؤمنين للشيعة لشيعة زمان الغيبة الطويلة أمير المؤمنين يقول ولعمري ليضاعفن عليكم التيه من بعدي أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل إنني أقرأ عليكم من الجزء الثامن من الكاف الشريف للكليني المتوفى سنة ثلاثمية وثمانية وعشرين وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان إنها الصفحة التاسعة والخمسون من الحديث الثاني والعشرين أمير المؤمنين يقول ولعمري إنه يقسم هنا ليضاعفن عليكم التيه من بعد أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل هذا هو واقع الشيعة اليوم والسبب هم هؤلاء البتريون أتحدث عن مراجع النجف وكربلا عن الحوزة الطوسية اللعينة المشؤومة هل تريدون حقائق أكثر من ذلك عودوا إلى برامج المشعونة بالوثائق والحقائق والأدلة والدقائق نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي بتريونهم أتحدث عن المراجع أطوسيين اللعناء وعن أتباعهم الحمير الدخيين بتريونهم بتريون والهوى والهوى بتريون أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر